موسيقى صباح الخير أو مساء الخير يا أهل الخير شلونكم شاخباركم أهلا بكم في حلقة جديدة واليوم راح نشوف برنامج نكتر برو برنامج نكتر برو هو عبارة عن واحد من البرامج اللي موجودة في بندلت أو الاشتراك الشهري أو السنوي لشركة آيزوتوب طبعا آيزوتوب إذا ما شفتون الحلقة بحط لكم الرابط هنا حق الحلقة السابقة تكلمنا فيها عن كل الأجزاء اللي موجودة في الاشتراك في خدمة اللي هو الآيزوتوب بنركز في حلقتنا اليوم عن برنامج نكتر برو نكتر برو هو أي شيء لا علاقة بتعديل الفوكالز بتعديل الصوت إذا كنت قاعد تتعامل مثلا مع ملفات غناء مع ملفات تعليق صوتي برنامج نكتر راح يعدل لك هذه الملفات بطريقة سريعة وطريقة احترافية ما تحتاج أنك أنت تاخذ وقت طوي على سنك توصل إلى الصوت اللي تبيه بطريقة الاحترافية اللي تبيها قبل ما نبتدي حلقتنا اليوم شباب موصيكم تعطونا زر اللايك اللطيف وتشتركون في القناة وتشاركونها مع كل الناس اللي مهتمين في هاي المجال عشان نقدر نوصل إلى أكبر مجموعة ممكنة حول العالم أوكي أحين عندي هني تراكين تراك واحد حق غناء والتراك الثاني حق فويسوفر طبعا الفويسوفر أنا مسجد على السريع فبليز ما عليكم من نيع بس مجرد حق يعني نقدر أن نحن نشوف مثال على طريقة تعديل الصوت فخلونا أول شي ناخد صوت الغناء نفتح مع بعض برنامج الآيزوتوب وعشان نفتح البرنامج لازم نروح حق طبعا نروح حق اللي هو الإنسرت بلغين نروح حق آيزوتوب إنك وعدنا هني في اللستة في نكتار برو في عندي نوعين مونو ومونو ستيريو هاي نقطة يمكن الجماعة يعني وايد ناس يخربطون فيها مونو حق صوت الإنسان صوت الإنسان هو يطلع من جهة واحدة اللي هي جهة الفم فهاي مونو فهي قناة واحدة حق الصوت مو بستيريو أنا أشوف ناس وايد يسجلون مثلا صوت غناء أو صوت تعليق صوتي يسجلونها بستيريو بقناتين يمين ويسار وها الشيء غلط طبعا لأن الصوت مصدره هو مصدره واحد هو الفم فما راح يتوزع على قناتين يمين ويسار وإذا توزع على قناتين يمين ويسار بيطلع صوتها مو لابد خاصة إذا أنت عندك ميكس وفي هال ميكس في آلات موسيقية ثانية في آلات على اليمين أو آلات على اليسار والصوت لازم يكون يعني ساموير في النص هنا فدايما نسجل الفوكلز أو الصوت كمونو بعدين إذا نبدأ نحط إفكتات أو إذا عندنا مثلا باكين فوكلز هنا نقدر إحنا نلعب في الستيريو مع الصوت نحط بعض الأصوات مثلا يمين وبعضهم يسار بها الطريقة يعني أحين صار عندنا برنامج اللهوة النكتر برو النكتر برو هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن مثل ما احنا نفكر فيها اللهوة Audio Chain أو Signal Chain حق الفوكلز بس نقدر نحط فيها كمبريسور نقدر نحط فيها كل الأدوات اللي حين نشوفونها هناك كمبريسور دي أسر دي لي EQ ريفرب ساتوريشن كل هالسوالف هذي نعتبرها موجلز كل واحد من هاي المربعات موجل أو موجل مختلف الكمبريسور يعطينا تفاصيل الكمبريسور الـ EQ يعطينا تفاصيل الـ EQ غير أن احنا عندنا طبعا بريسيتس ما شاء الله يعني على عدد البريسيتس بحسب التراك اللي احنا قاعدين نشتغل عليه فكل هالبريسيتس موجودة تقدر أنك يعني تستخدمها كنقطة انطلاق حق الميكس كما أنت يعني تاخذ وقت على ما تسوي الكمبريسور بـ setting معين EQ معين هاي البريسيتس يعطونك نقطة انطلاق حلوة فإذا أنت مبتدئ أنا أنصح أنك تجربهم تجربهم على الفوكالز المختلفة اللي عندك تشوفي أنا عندك حق ميوزيك عندك حق دايلوغ أوديو بوك كلير 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 هاي واحد من اللي أحبهم يعني أكتر شي كلير كلير فهاي البريسيتس طبعا وفي خاصية ثانية بعد اسمها الفوكال أسيستنس بنتكلم عليها بعد شوي خلونا أحين ناخد اللي تراك اللي موجود هني هاي تراك حق غناء نسمع بس بدون أي نوع من البروسيسين طبعا ما علي أي نوع من البروسيسين عصلا شي تشوفون بعض الأماكن كلش نازلة بعض الأماكن مرتفعة ودراي صير ما علي أي شي أوك فأحين عدنا مثلا الإيكيو عدنا الكمبريسور أوك وشنو أقدر أسوي كل واحد من هؤلين أقدر أضيفها وأقدر أشغلها وبندها عصاص أني أقارن الصوت باستخدامها أو بدون استخدامها كل واحد من هالتشانل طبعا بختلفان أقدر نحن نسوي بهذه الطريقة نرفعها فوق هنا إذا عدنا مثلا نماكن معينة أقدر أغير نوع الكورف نفسه كل هذين طبعا بحسب الصوت اللي أنا بي أوك يعني مثلا أبدأ أشغل أتشوف هالتشانل هاي يعني مثلا نلعب في الإيكيوب هالطريقة هني حق الكمبريسور الكمبريسور نشوفها طبعا مو شغال الكمبريسور بالمرة لأنه نثريش هولد مالي على الصفر نجرب نشغله الحلو في آيزوتوب أنه هو بصري يعني على طول أنك تقدر تشوف شنو الطريقة شنو التغييرات اللي أنت قاعد تسويها فإنت حينما تشوفه هني المكسر هو قاعد ينزل هني لفوق السهم هو شكثر قاعد ينزل من الصوت لما يرتفع فإنت لما تحدد الفرش هولد هو راح يبتلي يشتغل وأقدر أضيف طبعا موجلز مختلفين يعني مثلا نقول مثلا بنضيف ريفرب حلو الريفرب اللي فيه هو طبعا يعني يقدر يعطينا ساعة مثلا ما هو حتاج الريفرب كامل يحتاجه اسم مجرد الروح مالة الريفرب بس ما يكون بشكل كبير جميل وأقدر أتحكم في مستوى طبعا هاي اللي هو الـ dry والـ wet mix موجودة هنياكا على طول أني أقدر حتى أجرب ممكنني أنا أجرب كل واحد في هارلين وأجرب موجلز مختلفين شوف مثلا saturation ساتوريشن يشي يسوي يضيف لك saturation على الفوكالز نفسه كامل يعني يعطي مثل كانك يعني راش عليه شوية fairy tale يسمونا fairy tale dust فيه أنواع مختلفة منه فيه اللي هو tape فيه tube warm هاي طبعا يعني لازم تكون حاطة هيدفونز عشان ستسمح الإفكت مع الساتوريشن بطريقة أفضل شوف يبين لك ده ما كاننا فيها الـ highlight وين قاعد يشتغل أكثر هاي ساتوريشن أقدر أيضا أني أتحكم في قوته إذا أبغي مثلا 100% ولا 60% ولا 70% ما تكلمت عن الـ pitch الـ pitch هو هنا يعتبر نوع من الـ pitch correction أو خلونا نقول النوع يعني مو auto-tune 100% بس يعطينا pitch correction بحسب الكي اللي احنا نختاره هنا وإذا ما نعرف أي كي عادي كلش ممكن نحنا نقول له auto-detect ونشغل الـ audio يعطينا options هنا يعطينا هو already الـ options اللي قاعد يسمعها ويخلينا نقدر نحنا نختار أي كي بس إحنا طبعا إذا عارفين الـ i-key نقدر نحنا عالطول نقول له من هنا إنها لغني مثلا key of C chromatic ولا major ولا minor وهو بيضبط لنا الـ tuning ما للـ vocals على حسب الكي اللي احنا عدنا إيه نقدر نضيف إحنا الموجولز هنا قد ما نبي أوكي لما نحصل ونقعد نعدل في settings ما لهم لما نحصل الصوت اللي احنا نبي في خاصية ثانية حلوة هنا يمكن ما ما نلاحظها الكثير اللي هي auto-level mode auto-level mode هي عبارة عن شنو هي عبارة عن إذا أنت عندك مستوى الصوت فيه تفاوت كبير ما بين الكلمات اللي قاعدت تتغنى أو تنقالب صوت خفيف والكلمات اللي قاعد تصير صوتها عالي الـ auto-level mode هو شنو يساوي هو ييبلك هاي الفرق يقلل من الفرق ما بين هالثنين فيخلي الصوت للكلمات اللي يمكن مواضحة يرفعها شوية والكلمات اللي ممكن إنه يتوصل للـ peak أو إنه يتكون صوتها عالي ممكن إنه ينزل هذا شوي فيساوي الفرق ما بين الأبس والداونز في الفوكلز أقل هاي بالنسبة حق الأي ألم بالنسبة حق الليمتر طبعا هو مجرد إنك تتخلي ليمتر عساس إنه تعطي روحك مجال إذا الفوكلز وصل لمثلا هاي المستوى ما يصير لكلب أو ما يصير لواصل يعني لمستوى عالي انزل أحين خلونا نتكلم عن الـ vocal assistance أوكي بنشيل هاي كلها هنا نتكلم عن الـ vocal assistance الـ vocal assistance شو بيسوي أول ما تشغل الـ vocal assistance بيعطيك two options enhance أو unmask enhance راح شنو يسوي البرنامج راح يسمع الـ vocals اللي أنت قاعد تعطي اللي قاعد تشغل انتحين ويقترح عليك اقتراحات أوكي هاي مو presets لا هاي اقتراحات custom اقتراحات حق الـ vocals اللي عنك انت أوكي يعني خلونا مثلا نجرب بنقول لنا بنسمع بنقول لنا يعطينا enhance حق الصوت ونقول لها next كلها لنسوي نجي هني شغل الغنية من البداية أو مثلا ممكن من هني ولاحظوا شنو يصير لاحظوا شنو يصير هني بيسمع الصوت ويبتدي يعطينا على طول الاقتراحات ويمكن يعني حتى في نص الـ process بتشوفو انهما قاعد يغير في الإيكيو يغير في الكمبراشن يغير في يحط المودلز المختلفين بناء على الفوكال اللي احنا قاعد نسمعه خلونا نشغل ليا شوفو حين عطانا الفيب عرف انه هاي singing عرف انه هاي الصوت صوت مغني حين قاعد يقول لنا شنو القوة اللي تحتاجها شنو القوة اللي تب بيها تكون حق هاي الفوكالز light ولا aggressive خفيف ولا قوي التون ما للصوت تب بيها شنو تب بيها dark يعني dark تكون balance ما بين dark ولا bright bright تكون اكي يعني صوت افتح بكثير او airy اوكي خلونا حين واحنا نشغل الفوكالز نجرب الخيارات المختلفة هني اذا اخترنا واحد عجبنا بلا دون اوكي حين شنو صار عطاننا خيارات مختلفة حط لاننا EQ حط لاننا DSR حط لاننا compressor EQ ثاني وreverb اوكي قال لاننا شنو قال لاننا شوف انا سمعت الفوكالز واقترح انها تكون الsettings الاولية اللي انت تقدر تشتغل عليها فانت هني بدورك ش تسوي تقوم وتعدل في الموجلز المختلفين كان شي ما عجب تبند او تسوي لدسيبل اوكي تجرب EQ ثاني انت براحتك حتى شوف هني انه شغلي الالم اللي هو الauto level مود وقال لي ان هاي الsettings هي نقطة انطلاق جيدة نسمع مع بعض قبل وبعد هر بي دون هاي فرق مابين الnectar on والoff اوكي طبعا اذا عدنا نحن mix وعندنا الآلات الثانية ممكن نحن نجرب مع الآلات الثانية ونشوف شو الفرق اللي يعطينا هاي طبعا باستخدام الvocal assistant عدنا طريقة ثانية اللي هي استخدام اذا ما عجبنا هاي كله نشيل كله هاي الموجلز ونقول لش نقول نختار واحد من الpresets اللي موجودة هني شوف مثلا هاي basic enhancement يعطينا يقول لك هني بعشنا good starting point for a solid male pop vocal gently saturated slightly hyped EQ and parallel compression to keep it above the mix ففي يعني presets مختلفة وعندك انت ايضا تقدر تستخدم presets مالك اللي تبيهم ممكن انت تسيف الموجلز المختلفين بالطريقة اللي تبيها وتسيف هم كpreset عندك في القائمة هاي بالنسبة حق استخدام nectar pro على الvocal حق الغناء خنجرب ها على vocals بس على vocals من النوع الثاني اللي هي التعليق الصوتي نفس الشي هاي عندي اللي تراكي هني هو تعليق صوتي تعليقي أنا مسجدنا بشكل سريع مرة ثانية نركز عليه نروح حق الايزوتوب نروح حق النكتر pro وقبل ما نبتدي هني نقول لكم مرة ثانية لا تنسون تعطونا زر لك اللطيف والاشتراك في القناة ومشاركتها مع كل الناس اللي تحبون حق فوكالز من النوع الثاني فوكالز من النوع الثاني اللي هي الفويس اوفر قول يمكن انت عندك مو بس تعليق صوتي يمكن عندك بودكاست مثلا تعدل الصوت اللي في البودكاست يكون يعني يكون الطريقة أفضل هاي نكتر pro هاي اللي موجود يساعدك في الحصول على أفضل جودة ممكنة من الفويس اوفر فاذا جينا حين مثلا وشغلنا الفويس اوفر مثل روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت خلونا نجرب نستخدم واحد من البريست الموجود هنا واحد من اللي يعجبني هو اسمه دايالوج كلير في اوفر هاي حلو انه يحط لك ساتوريشن وكمبريشن دي ايسر ويكيو خلونا نسمع بنسمع قبل وبعد يعني مع استخدام النكتر برو وبدون استخدام اول شي بدون روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عملياتك الجراحية يضع جراحك خطة جراحية بناء على تركيبتك البنيوية الفريدة اوكي لاحظ ان فعلا فرقه هو قاعد يسوي في الفويس اوفر بس يمكن تبيت زيد شوية يمكن تبيت اعطي كمبريسور اكثر ممكن انا زيد من هاي شوية هني استخدم لتايب ساتوريشن اعطي شوية زيادة الدي اسر فيه الدي اسر طبعا خاصية الحلوة في الدي اسر انك ممكن انت تسمع الاصوات الاسس هذي بس بطريقة بروح انك تقول لسن سمع شوف في بعض الحروف واضحة اذا اذا نزلنا تقريبا كل كلمة بيلاقيها بيصيلها فاحنا نيب شوية يساعد الروبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزة من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عمليتك الجراحية يضع جراحك خطة جراحية بناء على تركيبتك البنيوية الفريدة يساعد الروبوت على ضماني تنفيذ فهي استخدام نكتر برو على نوعين من الأصوات اللي هو فوكل الغناء والنوع الثاني اللي هو التعليق الصوتي أو الفويسوفر أحب أنا أيضا شنو نساوي أحب لما استخدم الفويسوفر عندي بلاغين ثاني اسمه NS1 هاي الNS1 عارة تنشي ساوي بلاغين جدا ذكي شنو يساوي هو يروح ويسمع إذا في أي أصوات لما يتكلم المعلقة الصوتي ويسكت ما بين جمل أو بين الكلمات نسمع عارة إحنا صوت شوية صوت الباكراون صوت الماكرافون صوت الهسم الماكرافون فهاي البلاغين يشيل لنا هاي الأصوات اللي في الباكراون اللي إحنا ما نبيها خلونا نسمع مع بعض شلون صاير روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عمليتك الجراحية يضع جراحك خطة جراحية بناء على تركيبتك البنيوية الفريدة يساعد الروبوت على ضمان تنفيذ الخطة على النحو المطلوب سمعتوني الفرق شلون بالNS1 يشيل لك الأصوات اللي موجودة حواليك ويخلي بس صوتك أنت فهايا شباب اليوم كانت نظرة سريعة على برنامج نكتر برو طبعا فيه تفاصيل كثير ما اتطرقنا إلى كل التفاصيل اللي موجودة في كل واحد من هالمودولز إذا حابين تفاصيل أكثر ونتكلم بشرح يعني مفصل أكثر عن بلغين حطوا لنا كومنت تحت في التعليقات إن شاء الله عجبتكم الحلقة اليوم أتمنى أنكم استانستم معي لأن أنا واجد استانستم معكم اليوم إذا عندكم مرة ثانية أي أسئلة كتبوا ليها تحت في الكومنت وإن شاء الله يجاوب عليها كلها ولا تنسوا مرة ثانية زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع كل الناس اللي تحبونهم واللي مهتمين في هذا المجال عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة حول العالم أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة اشتركوا في القناة